تحذيرات تطلقها أوساط برلمانية واقتصادية من خطورة الربط السيكي المقبل وأهميته الكبيرة لإيران إذ من شأن المشروع أن يمنح طهران مزايا السيطرة على الأسواق في العراق وسوريا ولبنان وحتى الأردن الربط المتوقع أن يوضع حجر الأساس له من قبل رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني يجعل الاقتصاد العراقي مشرعا أمام الهيمنة الإيرانية عبر الربط بين الشلامجة البصرة اللاذقية لا سيما بعد تعهد السوداني لخامنئي بأن يجعل من العراق أكبر سوق في المنطقة للبضاعة الإيرانية ربط من شأنه منح إيران القدرة على نقل وحداتها العسكرية وإمداداتها من طهران إلى سواحل البحر المتوسط ما يعني مزيدا من الهيمنة الإيرانية على العراق وبلاد الشام لإكمال ما يعتبرها الإيرانيون حلقة مفقودة في مشروع إطلالتها على البحر المتوسط وفقا لصحيفة الأوبزيرفر البريطانية وتؤكد صحيفة فينانشال تريبيون الإيرانية أن الأهمية السياسية لمشروع الربط السككي أكبر من القيمة الاقتصادية التي ستجنيها إيران أما العراق فهو من سيتحمل الكلفة الأكبر في تنفيذ المشروع حيث تم وفقا للصحيفة تخصيص 230 مليون دولار كخطوة أولى لمشروع خط البصرة شلامجة وبطول 32 كيلو مترا حيث تم الاتفاق مع إيران كما يعترف برلمانيون بأن مشروع الربط السككي يعني القضاء على الأهمية الاستراتيجية لميناء الفاو الكبير حيث سيخسر الميناء حقه الحصري بنقل البضائع من الخليج العربي إلى أوروبا وبالعكس إضافة إلى خسائر مالية كبرى إضرار إيران بمصالح العراق لم يقف عند هذا الحد بل تطلب إيران من حكومة السوداني غض النظر عن مشروع الربط السككي مع تركيا أصولا إلى أوروبا المزمع تنفيذه عام 2024 وتقول إنه غير مجد اقتصاديا مطالبة بالتركيز على استكمال مشروع الربط السككي معها حصرا إيران تريد أن تكون صاحبة الكلمة الأخيرة في مشروع الربط السككي مع العراق ويبدو أن حكومة الإطار خير معين لمشاريع طهران ولا خاسر في هذه المشاريع سوى العراقيين